من ضمن أخبارنا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابعاً بارح تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الشهر اللي فات التهريد قال إنه تم رصد 97 ألف شكوى وطلب واستغاسة خلال شهر ماي وتم التعامل مع الشكاوى دي بالتنسيق مع القيادات المختصة على كافة المستويات أكتر شكاوى كانت بتخص قطاع الصحة حوالي 20 ألف شكوى ويا بالمناسبة أكتر قطاع كان فيه استجابة لهذه الاستغاسات بعد قطاع الاتصالات حوالي 19 ألف وربعمائة شكوى ثم قطاع السكان حوالي 7 ألف وربعمائة شكوى وتم تحويل هذه الشكاوى لجهة الاختصاص والتعامل معها